وبالتالي خلص الأمور مفهومة ملحوظات عن هذه المواجهة أول حاجة أنا بصراحة كان نفسي أشوف أحمد سيد غريب في مواجهة اليوم بعد تقلقه في المباراة الماضية أمام الاتحاد لعب واعد مواجه مواجه فكان ممكن ياخد النهاردة تاني دي ملحوظة ملحوظة تانية إن كريم فائد لما نزل مكان محمد أشرف الليفت باك أو الزهير الأيصر للنادي الأهلي تصورته إنه هيلعب في نفس المكان الزهير الأيصر ومحمد أهني هيبقى في مركز الزهير الأيمن لقيت سوارش جايبم محمد أهني على الزهير الأيصر وكريم فائد على مركز الزهير الأيمن رغم إنه كريم فائد هو اللي بيلعب في المركزين الزهير الأيصر وزهير الأيمن عكس محمد أهني اللي بيلعباIZ زهير الأيمن فقط ملحوظة يعني لازم نحطها في الاعتبار ملحوظة كمان إنه هل سوارش اللي مكتش بيلعب بالبرتغال أبداً بطرية 3-4-3 هيكمل بيها المصابة عنده أبرزهم طبعا حسين الشحات وطهر محمد طهر ومحمد شيف حتى لو كان هيلعبه جناح وإحمد عبدالقادر فإصابات بالجملة فهو هيتطار يلعب بتلاتة عشان يطار الباكات بتوقعه كجنحات وارد ما نعرفش الموسم اللي جاي هيحصل فيه والحوظة كمان هل مشاركة ميكي سوني هل مشاركة ميكي سوني مع النادي الأهلي في المبرات الأخيرة هدفها فني يعني هدفها أنه اللاعب يفيد الفريق فيستمر مع الفريق الموسم اللي جاية ولا هدفها تسويق اللاعب عشان الأهلي يقدر يستفيد منه فنيا ويبيعه في الفترات اللي جاية تصوري أنه الهدف تسويق تصوري أنه الهدف الأهلي بيحاول يعرض اللاعب عشان يبيعه بس ما ظنش أن الأهلي عايز ميكي سوني يكمل مع الفريق ده رأي يعني مجرد رأي معرفش ما يدور في تفكير النادي الأهلي وين كان عندي المعلومة أنه هم برضو مش مؤيدين لفكرة بقاء ميكي سوني طيب حدي تاني يقول لي طيب أنا لو مش هستفيد منه الموسم اللي جاي أنا أصلا المباراة دي بحضر فيها اللاعبين اللي هيلعبوا الموسم اللي جاي من الشباب طيب ليه أخصر مكان بوجود ميكي سوني ومحضرش لعب شاب زي زياد طريق اللي كان قاعد على الدكة النهاردة ولعب ميكي سوني رأي يعني ده رأي له وجهته وده رأي له وجهته ما يكوره مش برضو لعبه خلاص ما أنا عايز أسوأ عشان نبيع عشان نعرف أشتري تاني فيها تفاصيل كثيرة تمام